السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو النهاردة هتعرف معايا 6 حاجات لابد ان انت تعملهم قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب الحاجات دي بيعملها اليوتيوبرز الكبار وانت كمنشئ محتوى انت مش اقل من اي حد هتعرف معايا قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب لازم تعمل الحاجات دي 6 حاجات هتعملهم قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب حضرتك لو دغلت على تطبيق اليوتيوب بتيجي على علامة البلاس او الزائد دي كده وتضغط هنا على تحميل فيديو اما بتيجي تحمل فيديو وليكن مثلا الفيديو القصير ده كده اما بتيجي تحمل فيديو واضغط على التالي لاحظ حضرتك هنا العنوان مفيش اسم الملف في الفيديو وركز معي في الكلمة دي اسم ملف الفيديو او تسمية ملف الفيديو تسمية ملف الفيديو ده بيساعد الخوارزميات ان هي تفهم اكتر محتوى الفيديو طيب انا هرجع هنا وهكانسل كده طالما ان الموضوع ده مش هيجيب معنا نتيجة وانه هيبقى فيه فجوة للخوارزميات في معرفة اسم الملف او ملف الفيديو بيتكلم عن اين هخرج من هنا خالص واخرج من اليوتيوب واروح على الملفات الفيديو اللي احنا حملناه اول حاجة هتعملها ان انت حضرتك هتعمل تسمية لملف الفيديو احنا قلنا الفيديو ده هتضغط عليه ضغطة كده قبل ما نحمله على اليوتيوب وتيجي تحت هنا على اعادة تسمية لازم تكون عارف حضرتك ايه المحتوى اللي في الفيديو هتتكلم عن ايه وركز اوي في اسم الملف يكون متضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة يعني الكلمة اللي حيدور عنها موضوع الفيديو انا هنا بقول ايه قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب لازم تعمل الحاجات دي يبقى هنا ايه هقول ايه قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب تمام انا كده كلمت على تحميل الفيديو على اليوتيوب هي دي الكلمة الرئيسية اللي انا استهدفتها وهي دي اللي انا عملت الاسم الملف بيها تمام واضغط بعد كده على حفظ اروح بعد كده على متصفح جوجل كروم تمام شباب ستوديو يوتيوب القناة تمام شباب واجي على تحميل فيديو اجي على تحميل فيديو هنا كده واضغط على تحميل فيديو ضغط كده هيقول لي تحميل الملفات اضغط على تحميل او اختيار الملفات وبعد كده اختار الملفات الملفات الهاتف واضغط على ثلاث شرط واختار فيديو لاحظ حضرتك قبل تحميل الفيديو العنوان مكتوب تحت اضغط عليه كده خلاص هو بيبدأ يحمل الفيديو يلا بنا نروح على العنوان كده ونشوف العنوان اللي موجود ايه قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب كل ما عليك حضرتك الخطوة التانية ان احنا عايزين نضيف جملة تحفيزية للمشاهد بقى على ايه على موضوع الفيديو ده قبل تحميل الفيديو على اليوتيوب اكمل بقى هنا كده واقول لازم تعمل الحاجات دي انا حفزت المشاهد هنا بقول له قبل ما تحمل الفيديو على اليوتيوب الحاجات دي لازم ايه لازم تعملها تمام طيب الصورة المصغرة لابد ان هنا تكون حضرتك اكيد احنا جهزنا العنوان وكتبنا ما تضمنه العنوان من كلمة رئيسية مستهدفة في اسم الملف وبعد كده ضفنا على عنوان الفيديو جملة تحفيزية وبعد كده اضغط على تحميل صورة مصغرة هنا واختار ايه من الملف اضغط على الصورة المصغرة هنا اللي انا مفروض تكون حضرتك مجهزها من قبل ما تعمل الفيديو تكون مجهز العنوان تمام اضغط على ثلاث شورة كده عشان اختار ايه بقى صورة تمام اختار صورة مثلا وليكن صورة من المش جاهز الصورة اجهز الصورة دي مثلا كده تمام اجي اشوف الصورة خلاص الصورة تمام وبعد كده طبعا حضرتك هتيجي بالنسبة لقيمة التشغيل هتضغط على السهم جنب اختيار وتختار قيمة تشغيل تمام وخلاص كده بيحمل الفيديو معانا تمام طيب بالنسبة الحاجة الاهم الوصف الوصف نصيحة اول حاجة تكتبها في الوصف او حضرتك تكتبها في الوصف حط عنوان الفيديو حط عنوان الفيديو ليه حط عنوان الفيديو لان عنوان الفيديو اكيد احنا قلنا لابد وان يتضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة فين في الفيديو يبقى حط اول حاجة عنوان الفيديو وبعد كده هقول في هذا الفيديو سأقوم وتشرح اللي ايه اللي انت اتكلمت عنه في الفيديو طيب اللي بعد كده هو الحاجة المهمة معروف ان انت قبل ما بتحمل الفيديو على اليوتيوب بتعمل سكريبت قبل التصوير للفيديو يعني بتكتب نوتس كده او شرح للكلام اللي انت هتقوله في الفيديو ما خبيش عليكم لو حضرتكم كل الكلام اللي انت قلته في الفيديو كتبته في الفقرة التانية في الوصف ده مهم جدا حيسهل على خوارزميات اليوتيوب ان هي تفهم الفيديو من العنوان عشان فيه الكلمة الرئيسية المستهدفة هتفهم الفيديو من الصورة المصغرة تمام اكيد انت هتكتب برضو كلمة تحفيزية متضمنة الكلمة الرئيسية اللي انت استهدفتها في الفيديو كمان هتفهم الفيديو من خلال الوصف حبزة لو كان الوصف ده في الفقرة التانية هو نفس الاسكريبت الكلام اللي انت قلته فين في الفيديو بالكامل ده مفضل طيب اجي هنا كده اقول لحضرتك انا مثلا محضر نوتس كده هنا في ملاحظات عن موضوع الفيديو مثلا كيفية زيادة المشاهدات المشتركين والارباح في قناتك على اليوتيوب تمام ده عنوان فيديو فوق في هذا الفيديو اقدم لكم طريقة حصرية لكيفية زيادة المشاهدات المشتركين بشرح الكلام اللي انا محضره وبقوله قدام الكاميرا ده يفضل ان انت نفس الاسكريبت ده ان انت تحطه في الفقرة التانية في الوصف كل ما عليك حضرتك ان انت هتضغط ضغطة مطولة كده وتقول تحديد الكل وتعمل نسخ وتروح مكان الوصف هنا طبعا انا هنا ده حاجة كنت مجهزها خلاف موضوع الفيديو ده اللي هو قبل تحملي الفيديو على اليوتيوب لازم تعمل حاجات دي اللي انا بتكلم مع حضرتكو عنه وحتيجي في الوصف هنا وتضغط ضغطة مطولة وتعمل لازق تمام يبقى انت كده نفس الاسكريبت او الكلام اللي انت تكلمت عنه في الفيديو هو نفسه اللي انت ايه حطته فين في وصف الفيديو ده مهم جدا طيب ايه كمان طبعا هنيجي بعد كده للعلامات العلامات هتساعدك ان انت هتضغط هنا على عرض المزيد من الخيارات وتنزل تحت على العلامات المستطيل ده هو ده اللي هتحط فيه العلامات فايدة العلامات هنا ايه دي اللي هتخلي الفيديو بتاعك يجيب مشاهدات من بحث اليوتيوب يعني لو حصل التوافق وتطابق بين الكلمات اللي بيكتبها المشاهد في محرك بحث اليوتيوب وبين الكلمات اللي انت هتحطها في مكان العلامات هنا في تفاصيل الفيديو الخوارزميات هتجيب الفيديو بتاعك وتعرضه على ايه على المشاهد طبعا هنا بقى انت في حاجات بتأثر على زيادة نسبة اقتراح اليوتيوب للفيديو سواء اهم ما عاملين هم عندنا ايه بخلاف مقاييس التفاعل الاعجاب وعدم الاعجاب والمشاركة والتعليق والاشتراك في القناة وتمشاهدة الفيديو اهم حاجتين هم ايه هم متوسط مدة المشاهدة والستي ار نسبة النقر الى الظهور الاهم فيهم متوسط مدة المشاهدة ممكن تكون نسبة النقر الى الظهور متدنية جدا لكن متوسط مدة المشاهدة كبير متوسط مدة المشاهدة عند اليوتيوب هو الاهم لان اليوتيوب بيهم في المقام الاول استمتاع المشاهد وبقاء المشاهد لأطول فترة ممكنة على ايه على منصة اليوتيوب تمام شباب ده بالنسبة للحاجات المهمة اللي انت مفروض تعملها في قبل او انت بترفع الفيديو بتحمل الفيديو على اليوتيوب في حاجة كمان مهمة في الوصف بعد ما بنعمل العنوان بنحط نفس العنوان في اول الوصف وبنقول جملة متكاملة بتتضمن الكلمات المفتاحية اللي انا استهدفتها في الفيديو وبعد كده في الفقرة التانية قلنا يفضل ان انت تحط السكريبت نفسه يعني الكلام اللي انت قلته في الفيديو امام الكاميرا هو نفسه اللي تحط يفضل كمان ان انت تختار في وصف الفيديو تحديدا الكلمات المفتاحية المستهدفة في الفيديو ده نمرة واحد تاني حاجة الكلمات المفتاحية الأكثر وبحثا اللي عليها بحث كتير ده نمرة اتنين نمرة ثلاثة الكلمات البحثية الأعلى سعرا وشتزود أرباحك بقى لو قنواتك مفعلة للربح من اليوتيوب هتجيب الكلمات دي إزاي؟ هتدخل على جوجل أدورز وفي فيديو في القناة ممكن حضراتك ترجعوله هيعرفك إزاي تجيب الكلمات الأكثر وبحثا عن الموضوع اللي انت بتتكلم عنه والكلمات الأعلى سعرا عشان تزود أرباحك طبعا نفس الكلمات الأكثر بحثا والأعلى سعرا اللي انت حطيتها في وصف الفيديو هي نفسها أيضا اللي هتحطها فين في مكان العلامات ركز قوي في وصف الفيديو اليوتيوب اعتماده الأساسي على عنوان الفيديو لأنه بيتضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة بيعتمد أيضا على الصورة المصغرة لأنها لها عامل مهم جدا في زيادة نسبة النقر إلى الظهور كمان بيعتمد بشكل كبير جدا على وصف الفيديو وصف الفيديو الناس بتهمي الوصف الفيديو وهو أساس تعريف الخوارزميات على محتوى الفيديو اللي انت بتقدمه شباب أتمنى أن انتوا تعملوا الكلام ده الكلام ده مهم جدا على المدى البعيد هتلاحظ وحتلاقي المشاهدات في تزايد مستمر ومن المشاهدات بتجيب مشتركين أيضا من المشاهدات بتزود أرباحك لو قناتك مفعلة للربح من اليوتيوب أتمنى أن انتوا تهتموا بالموضوع ده وآسف للطالة تحياتي لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة